قال عضو مجلس القادة الرئاسي فرج البحث أن هناك تفاهمات أولية مع شركة هندية بشأن تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 60 ميجاوات للحد من فاتورة الوقود والتوجه نحو الطاقة النظيفة جاء ذلك خلال ترأسي اجتماعا للجنة الفنية لكارباء ساحل حضر موت لمناقشة وضع منظومة الطاقة الكاربائية موجها بجملة من الإجراءات والقرارات العملية لمعالجة إشكالية الكارباء وتحديدا ما يخص التوليد والمشتقات النفطية ما يحقق استقرارا ملموسا في خدمة التيار الكاربائي وكان وكيل المحافظة لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق وعضاء اللجنة قدموا إضاحات حول القدرة التولدية لكافة المحطات بما فيها الطاقة المشترى وآلية صول المشتقات النفطية وما تحتاجه المحافظة من توليد للطاقة والمحروقات لتجاوز الإشكالية القائمة في عدم استقرار خدمة التيار الكاربائي المقدمة للمشتركين كمواجه البحث نيفرع مؤسسة الكارباء بالساحل بتنفيذ حملات تفتيش على البيوت المحالة التجارية وإخراج جميع العديد